ده على لسان الدكتور محمد معيت وزير المالية دي صفته من ناحية ورئيس الهيئة لعمل التأمين الصحي الشامل دي صفة تانية لنعرضكم عارفين ان هيئة لعمل التأمين الصحي الشامل اللي هو جالي العمل فيه في مصر الان في خمس محافظات كمرحلة اولى وفي خمس محافظات اخرى قريبا دخلها وانه يعني يكتمل في خلال عشر سنوات بس يغطي كل المواطنين المصريين له اكتر من جهة مقدم الخدمة وموال الخدمة والمواطن وزير المالية بيرأس كل الجهات دي باعتباره رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وزير المالية وجه بسرعة تنفيذ التكلفات الرئاسية باجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجملة الصحة بالحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تسريع وطير التطبيق هذه المنظورة متطورة بجميع المحافظات اتساقا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي باعتباره ادارة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة والرقابة والاعتماد وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة في تحقيق حلم كل المصريين بتوافر الرعاية الصحية الشاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسر طبعا زي ما حدق شفته كان فعلا لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني رفعت عدد من التوصيات كانت نقشتها في جلسة خاصة بالتأمين الصحي الشامل وده مش معناه لمهاية توصيات لجنة الصحة وده عندها أغضايا أخرى كتير تهم صحة المواطنين في كل المجالات لكن التأمين الصحي الشامل حظية بأولوية في الحوار الوطني ويتم رفع عدد من التوصيات للسيد الرئيس الجمهورية فالسيد الرئيس تحسب السيد وزير المالية رئيس الليلة عمل التأمين الصحي الشامل وجه بيجراء دراسة عاجلة بالسيد الرئيس ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني عشان يعاد عرضها على السيد الرئيس ويشوف إيه القرارات اللي تتاخد فيها طبعا ده الحقيقة يعني مش بس بيدينا فكرة عن مصار التأمين الصحي الشامل في مصر لكن كمان على مدى استقبال السيد الرئيس الجمهورية للتوصيات اللي رفعت لسيادته من الحوار الوطني وأنه على الفور تم التوجيه لكل جهة مختصة ومن أهمهم هي العمل التأمين الصحي الشامل يعني دي تهم كل المواطنين والتوصيات اللي وردت كان فيها اقتراحات بمدى زمني أقل فيها اقتراحات بإضافة فئات جديدة من المستفيدين فيها اقتراحات بإضافة حالات صحية جديدة وأنواع جديدة من الأمراض للتأمين الصحي الشامل فيها توصيات بإنه في المرحلة الانتقالية ازاي تم التعامل ما بين او توصيئة تقدير التعامل ما بين نهاية التأمين الصحي الحالية القائمة وما يستهدفه التأمين الصحي الشامل كل توصياتها يعني سيادة الرئيس مشكورا موجه بشكل عاجل بإدارة دراسة عاجلة لهذه التوصيات العرضها على سيادته من القائمين على تطبيق التأمين الصحي الشامل الدكتور معيط يعني كمان في الاجتماع ده أكد على أنه لابد نورعات الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات التأمين الصحي الشامل وأنه يتم الاستعداد الإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس طبعا بالإضافة البورسعيدي اللي بدأت لمرحلة الخمس محافظات وأربع محافظات من المرحلة الأولى ثم بعدها محافظات إنا والبحر الأحمر ومارسة مطروح ومحافظات أخرى وأنه ده في المرحلة التانية والسيد الوزير أضاف أنه قائمة الخدمات الطبية المقدمة لابد أنها تحدث يعني مش خدمات كشف كده وخلاص ما فيش عندنا غيره لا تحدث دوريا وفقا لآخر مواسط دي العلم وإنه قال أنه الخدمات الطبية اللي بيغطيها الآن المشروع التأمين الصحي الشامل فيه صفته الأولى تغطي أكتر من 3000 خدمة الطبية تم تقدمها بالفعل أنواع مش منتكلم على أشخاص يعني مش 3000 شخص استفادوا من الخدمة لا دول عشرات الألاف أو مئات الألاف لكن 3000 نوع من أنواع الخدمات الطبية استفاد بيها الخاضائين بما في ذلك حسب سيادة الوزير ألاج الأوراق وزرعات الأعضاء والدهيزة التعوضية وغلها